أهلا بكم مشاهدينا مجددا الآن إلى أخبار الرياضة مع كريم بالعربي صباح الخير كريم صباح خير محمد لك ولكل مشاهدي برنامج الصباح كريم البداية ستكون بأخبار الدور الإنجليزية الممتاز مانشستر سيتي يفوز برباعية كاملة كريم ويقترب من الاحتفاظ باللقب فعلا مانشستر سيتي أكد أنه لم يتأثر من خروجه من دور ربع نهائي دور أبطال أوروبا أمام ريال مادريد وأكد أنه يسير بخطة ثابتة نحو تحقيق لقب البريمير ليغ مانشستر سيتي دخل مباراة بريطن بقوة وسجل أربعة أهداف كاملة المباراة سارت في تجاه واحد لصالح رجال المدرب بيب غورديولا هدف مانشستر سيتي تنوب على تسجيلها كل من البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة السبعة عشر وفي الفودن في الدقيقتين السادسة والعشرين والرابعة والثلاثين والأرجنتيني جونليان ألفاريز الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والستين وبفضل هذا الانتصار صعد مانشستر سيتي إلى المركز الثاني خلف أرسنال ب76 نقطة ناقص مباراة أرسنال يملك 77 نقطة ومانشستر سيتي يملك 76 نقطة لكن المانسيتي بناقص مباراة في حين يحتل بريطن المركز الحادي عشر برسيد 44 نقطة نعم إذن بالنظر إلى الصراع القائم بين ثلاثي المانسيتي أرسنال وليفربول هل تعتقد أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق اللقب الرابع تواليا في المسابقة وما هي حضوض أرسلا وليفربول ليفربول أعتقد أنه تقريبا خرج من السباق البريمير ليغ لأنه يملك في رصيده 74 نقطة لو يفوز مانشستر سيتي في مباراة متأخرة سيصبح الفارق بين مانشستر سيتي الأول والليفربول خمس نقاط كاملة وبالتالي فإنه الأمر سيكون من الصعب جدا على الليفربول الفوز بلقب دوري الإنجليزي الممتاز إلا إذا حدثت مفاجأة وستكون مفاجأة كبيرة في حال خسارة مانشستر سيتي للقب هذا الموسم أعتقد أنه أرسنال ربما ربما سيكون هو يعني في السباق مع مانشستر سيتي لأنه تفصل نقطتين لو يفوز نتحدث لو يفوز مانشستر سيتي بمباراة وسيكون فارق نقطتين وبالتالي في حال خسارة مانشستر سيتي وفوز أرسنال بمباراة سيكون أرسنال فيها الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وبالتالي فإنه الصراع الثلاثي سيتحول إلى على ما أعتقد إلى صراع ثنائي بين مانشستر سيتي وأرسنال إذا فاز مانشستر سيتي باللقب ستكون هناك سابقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز كريم فعلا عبر تاريخ البريمير ليغ ولا فريق تمكن من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع مرات متتالية ثلاث مرات متتالية حدثت مع فرق البداية كانت بفريق هادرسفيلد الطاون وهو أول نادي في تاريخ الكرة الإنجليزية حقق ثلاث مرات متتالية لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ من سنة 1923 إلى غاية 1925 أرسنال هو الآخر حقق ثلاث مرات متتالية لقب البريمير ليغ أعوام 32-33 أو 33-34 و 35 ليفربول نفس الأمر 81-82 و 83-80 مانشستر يونيتد حققها في مناسبتين أعوام 98-99 و 2000 وأيضا 2006-2007 و 2008 إذن مانشستر سيتي سيكون أول فريق يحقق أربع مرات متتالية لقب البريمير ليغ إذا أمكن محمد لأنه لدينا تصريح غورديولا الذي تحدث بعد لقاء برايتون وفوز مانشستر سيتي نتابع كنا نعلم أنه إذا هزمنا أو تعدلنا فلن تكون لدينا فرصة للقتال لحتى النهاية بالطبع الضغط موجود وهو الذي ساعدنا على تقديم أداء جيد الآن أمامنا خمس مباريات على نهاية الموسم سنحاول تقديم أقصى ما لدينا ما فعلناها الموسم الفارض لا يمكن أن يحدث في كل مرة سنحاول تحقيقه مجددا لكن يجب أن ننزع فكرة أننا فزنا مسبقا باللقب أود أن أقول إننا فزنا بآخر ثلاث بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز ولا نريد أن نتوقف هنا بل نسعى إلى تحقيق التتويج الرابع تواليا لكن علينا التركيز جيدا لأن هذا الأمر لا يحدث دائما إذن كان هذا تصريح غورديولا الذي تحدث عن هذه المباراة وقال أنه يجب التركيز في الخمس مباريات المتبقية لمانشستر سيتي خمس مباريات هي نوتينغ هام فورست وولفر هامتون توتن هام وفول هام ووست هام أعتقد أن مباراة توتن هام فقط هي التي ستكون صعبة لمانشستر سيتي فيما الباقي المباريات على الورق تبقى في متناول مانشستر سيتي إذن من الدورية الإنجليزية الممتاز نتجه إلى إفريقيا ومبارتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ترجي التونسي واجه سانداونز ومزنبي في ضيافة الأهل المصري حامل اللقب فعلا ترجي التونسي بعد فوزه في رادس بهدف لسفر أمام سانداونز الجنوب الإفريقي يأمل في على الأقل التعادل أو عدم الخسارة بأكثر من هدف لتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقابل الأهلي المصري حامل اللقب يأمل هو الآخر في التأهل للنهائي بعدما عاد في مباراة الدهاب بتعادل سلبي أمام مزنبي الكونغولي إذن الأهلي المصري يسعى كما قلت إلى التأهل إلى المشهد الختامي وتتوجهه الثاني عشر في المسابقة وتعزيز رقمه القياسي الأهلي المصري يملك إحدى عشر لقبا في دوري أبطال إفريقيا وهو يسعى إلى تحقيق اللقب الثاني عشر محمد بالتالي فإن المأمورية صحيح أن تيبي مزنبي فريق عريق في إفريقيا يملك خمس تتويجات على ما أعتقد في دوري أبطال إفريقيا لكن مأمورية الأهلي المصري في حضور جماهير غافيرة ستكون حاضرة بالملعب حوالي خمسين ألف متفرج سلطات المصرية سمحت بحضور خمسين ألف متفرج في هذه المباراة مباراة بتاني فإن الأمر سيكون في صالح الأهلي المصري من أجل التتويج أو التأهل أولا التأهل إلى النهائي وبعدها البحث عن التتويج الثاني عشر في المسابقة محمد نتابع تصريحات اللاعبية الأهلي المصري قبل هذه المواجهة عملنا نتيجة كويسة في المطش الأوليني لكن هي برضو نتيجة مش على أرض الواقع نتيجة صعبة لو دخل في نجون أو أي حاجة فهذا هيبقى موضوعها يبقى صعبة علينا فإحنا كل تركيزنا إن إحنا على قد ما نقدر نلعب بروحنا اللي إحنا عارفينها كمجموعة كاللعيبة مع بعض وإن شاء الله ربنا يبقى لحظ معنا ونقدر نكسب بإذن الله ونصعد نهاية إن شاء الله نادي الأهلي المالية اللاعبة كتير كلها كويسة نادي عمره مواف على حد خلص أين كان من الإصابات أو من الموجود يعني إحنا النهاردة إحنا بنص النهاية واللعبة دي كانت غايب عندنا فمش عايزين بس يعني نهدر حق الناس اللي كانت موجودة وكانت شغالة الفترة اللي فاتت كلها لكن هما طبعا أكيد إضافة لنا جبيرة جدا رسالتي للجبهير أتمنى طبعا أنهم يكونوا موجودين بأكبر عدد ممكن المتش اللي جاي لأن ده أعتقد من أهم مطشرة الموسم أنك لازم جوري موجود عشان تعرف تاخذ الحماس والدفع أنك تكون موجودة في النهاية إن شاء الله إذن كانت هذه التصريحات كل توفيق للأندية العربية الترجية تونسي والأهلي المصري في هاتين الموجهتين التي ستلعبان صهرة اليوم ولما لا سيكون إن شاء الله نهاي عربي خالص بين النادية المصري الأهلي والترجية تونسي وهو ما نتمنىه كريم الختام سيكون كريم بالكرة صفراء ونجمة تينس الإسباني رافيل نادال الذي يستهل بطولة مدريد المفتوحة بفوز سهل فعلا محمد فوز سهل سنتابع أهم لحظات هذه المباراة ثم نعود لمواصلة النقاش ترجمة نانسي قنقر إذن كما كنا نتابع فوز سهل لرفعي النادال الإسباني استقبال كان حافل من قبل الأنصار والحاضرين في هذه البطولة خاصة أن البطولة تلعب في مدريد ونعلم جيدا أن ابن مايوركا الإسبانية رافعي النادال هو من مناصرية الندي الملكيرية المدريد وبالتالي كان الاستقبال حافل لهذا الأسطورة أسطورة تينس الإسبانية رافعي النادال الذي يبحث عن العودة إلى منصات التتويج استهل كما قلت هذه البطولة بفوز وهو يملك خمس تتويجات في بطولة مدريد المفتوحة لتينس دات الألف نقطة والمتعود على المباريات الصعبة واللقاءات الصعبة أشكرك جزيلا شكر كريم بالعرب على كل ما قدمته خلال هذه الجولة الرياضية أشكرك جزيلا شكر مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الرياضية نلقاكم بعد قليل في فقرة الثقافة ابقوا معنا